مرحبا بكم في هذا الدرس سوف نشرح أولا الكلمات الصعبة بعد ذلك سوف نقرأ المقالة دون شرح لأن الكلمات الصعبة ستكفي لكي تجعلك تفهم أو تجعلك تفهمين هذا النص acknowledge يعترف بي I acknowledge أنا أعترف بي أو أقر بي announcement announcement إعلان investigation investigation تقصي تحقيق fate the fate مصير suspects suspects مشتبه بهم identified تعرف على هوية تعرف على هوية identify for example I identified the criminal تعرفت على هوية المجرم thus far thus far حتى الآن advocate for justice يدافع عني العدالة I advocate for justice أنا أدافع عني العدالة transparent شفاف in accordance with all due process وفقاً للمحاكمة العادلة أو الإجراءات القانونية due process تعني هنا محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية عادلة 5 الصّة ستعلي بهم اصطح اصطح يعلم حاكم جوجnet حاكم أو wasn س term